اخيرا قبل يوم نازلت ريلر لفونتين بقلت يلا نشوفه لو في شي ينسبق قسليا مدح سوف نقوم بالكلام عنه المهم لتصل لكي مدير و لاتس جو اوكي اول شي شوفنا واحد قاعد يغرق ويفكر على المشن خاصته وهذه الامور يعني من البداية واحد جايب فيها انه المين في اللعبة هو اصلا سايد كاركتر ولا احد سوف يهتم به بعدها بدى الاست الأسطوري شوفنا فيه شخصيتين لينيو لنت او اعتقد شي من هذا القبيل الاثنين اخوين او يعمل المعن المهم هنا جاء لينيو بدى يفسرنا فيه فكرة السحر على اساس انه السحر هو انه تصدق كذبة وانه السحر هو فقط ما يراه الناس وعلى طول من هذه الكلمة ذهبنا الفونتين ونحن نرى شخصية اخرى ونرى انه نفس الشخصية قاعدة تقول انه الناس تصدق ما تراه ولا ترى الحقيقة وهذا واضح انه هي فكرة تخلي ممكن فونتين حسب ما ارى انه الهايرابس في هذا المكان كله كذب من الاخر ربما هي بلد الكذب او ربما هم يقومون بذلك فقط لامتاع الناس دائما يفكرون في مسرحيات او اشياء يقومون بها فقط للامتاع فربما هذه الريجن الجديدة كلها تتمحور حول المتعة والمتعة لكي تحقيقها حسب الفيلوزوفي الموجودة هي عن طريق الكذب والله هاي اني مبتع بدأ انا في هذا البروزيس نشوف شخصيات اعتقد انه لما اضافوا الهيثم والناس لعبت الهيثم قالوا يلا نضيف شخصيات رجال اخرى لانه اكتشفوا انه فيها لبنات تلعب اللعب لفنا شخصيات رهيبة يعني من الشكل بداس خصت شخصياتيني في هذه اللقطة ولي عندي احساس انه هذه الشخصية على رغم انه عجبتني انه هي الكتر وغالبا سوف تكون مثل كجو سارة وسوف تكون فور ستار لا اعلم لي ما عندي لحظة الاحساس ولكن ارجو ان تكون فايف ستار لانه عندها جان اخيرا في شخصية عندها جان اخيرا شخصية اكتشفت الحل لكل المونسترز في اللعبة طخ ولو من هنا الاسر رهيب والشش الدنيا شرص ممتعة والاخراج رهيب جدا يعني هذا يوضح انه الانيمي الخاص بجلش سيكون رهيب لانه عصلا الانيميترز مش هم هذهم لانه هو يفوت بول فسيكون افضل من هذا بكثير لكن الاخراج اكيد سيكون رهيب وعندهنا الشخصية اللي بدأت بالأمبريلا والايل الان لم تنزل على الارض المهم قالها مرة اخرى انه السحر هو ما تراه بعينيك، والكنه مستمتيعين جدا ولاؤست رهيب اشأل است خلص اااااااااااااا اوات ياب أرليتشينو تغلت لك أست آخر وقالت لك والله الشو خاصتكم مش عاجبني ديبنا ارجعي لبيتك لما جاتي هنا قيل واحد يسافر هذا كله وبعد جي ناس تبدل جهت عشان توريك شو وفي الأخر تقول المهم نرجع للموضوع جاتك في أرليتشينو أعطاتك البرسبكتف الآخر من هذه الفكرة الفكرة الرؤية الأخرى هي قالت أنه تعتقدون أنكم سحرة عندما تذهبون إلى الستيج لكن في الحقيقة أنتم فقط ممثلون أعطتهم الحقيقة المرة على هذا المكان وعلى فونتين بالكامل فجأة أحاول لخشب أنا مش فاهم اللي صار هنا هل هي طريقة إخراج أم أنها حولتهم لخشب هذا الشيء مخيف يعني أرليتشينو المهم أرليتشينو تبدو شخصية رهيبة تبدو شخصية باداس جدا وأرجو أن تكون لأنه سمعا أنه لن تكون لكن إن شاء الله هذا الشيء غلط لأنه هويوفرس تعرف أنه سوف تبيع الكثير عندما تأتي هذه الشخصية ولكن لا نعرف ما قوة هذه الشخصية الحقيقية يعني الشر يبدو في عيناها بصراحة المهم بعد ذلك ننتقل للسينة اللي بعدها أخيرا شفنا الأركون أركون فونتين وهي غالبا كانت تتفرج فيما كانت تفعله أرليتشينو إن كان هذا صحيح وقالت إنه ما حصل الآن مش مهم فلما قد أهتم بذلك الأمر إذا كانت هذه الصورة اللي هناك وإنه هو فيديو لما فعلته أرليتشينو فربما نفهم قليلا في البرسوناليتي الخاصة بالأركون إنها لا تهتم فقط تهتم بشي في الشو جيد وشفنا أمام هذا الأسطورة شكله نائب أو شيء من هذا القبيل المهم إنه انتهى للسينماتيك هنا لا بصراحة السينماتيك رهيب أكفي إنه تريندينج في كل مكان في كل البلدان للسينماتيك تريندينج الآن لا رهيب جدا السينماتيك بصراحة أعجبني كثيرا أوكي هو مش بنفس مستوى السينماتيك الخاص بالسنة اللي فاتت اللي شوفنا فيه كل الفتوى لكن هذا السينماتيك أيضا رهيب جدا وأعجبني قلوا لي أنتم رأيكم عن السينماتيك وما تتوقفوا سوف يحصلوا في القصة أموما ذا كان فيديو اليوم السلام عليكم